بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا بشكر الدعوة الكريمة يعني والموضوع اللي حضرتك دعيني نتكلم فيه أنا شايف أنه هو من أهم الموضوعات المهمة والحيوية جدا المرتبطة بصناعة كرة القدم يمكن حتى دلوقتي كلنا يعني مشغولين بأن أو مش 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 مشغولين يعني كلنا دلوقتي قانعين ومقتنعين أن الرياضة وكرة القدم تحديدا هي صناعة الإصمار والتسويق والرعاية وحقوق الرعاية وكل هذا الكلام هون يعني من مكملات هذه الصناعة طيب أصلا هذه الصناعة فين يعني تخيل كرة القدم بدون لاعب كرة قدم كان فيه صناعة فيه صناعة طبعا فإذن المحور الأساسي لصناعة كرة القدم هو صناعة لعب كرة القدم هذه الصناعة وهذا الإعداد وهذه الصياغة للعب الصياغة العلمية الحقيقية للعب كرة القدم تبدأ منذ أن ينخرط الولد في نشاط رياضي منظم في مراحل الطفولة من أول مال تحق بالنادي كشبل كصبي كناشئ إلى أن يصل إلى مستوى الدرجة الأولى كل هذا يدور في إطار كيف يمكن إعداد هذا اللاعب الصغير في السن والذي ينتقل إلى مرحلة الصباح ومنتقل بعد ذلك إلى مرحلة الشباب وأصبح لعب على مساوى الدرجة الأولى كل هذا يمر بمراحل مهمة جدا في صناعته من الناحية العلمية يعني إيه بقى من الناحية العلمية يعني الولد الصغير يمر بمراحل نمو منه هو طفل صغير في مرحلة الابتدائية 6 سنين ويمر بمرحلة أخرى لما يخش المرحلة الإعدادية يمر بمرحلة بيولوجية أخرى أو مرحلة عمرية أخرى لما يخش المرحلة السنوية لما بيصعد للدرجة الأولى أو لو يوصل للمساوى الدرجة الأولى بيبقى في مرحلة بيولوجية تانية مختلفة في كل متغيراتها أصلا طيب الولاد الصغارين الولاد الصغار يعني اللي بينتظموا في التدريب الرياضي المنظم في النادي الأهلي أو في نادي الزمالك أو في نادي الشرعية حتى أو في أي نادي في نادي مصر كل ما يقدم ليه من برامج تدريبية ووحدات تدريبية وإجراءات لتطوير مستوى كل ما يقدم ليه سواء على المستوى البدني أو المهاري أو المستوى الخططي أو حتى مستوى إعمال العقل والتفكير والخيال لازم يكون في إطار المرحلة العمرية اللي هو عيشها في إطار الظروف البيولوجية للمرحلة العمرية في الظروف البيولوجية وحاك يعني هتأخذني السؤال المهم دلوقتي لسه ما زلنا بنشوف المسابقات أو المهرجانات طاعت البراعم دلوقتي بنشوف اعتراض كبير من أولاد الأمور على الحكام على اللاعبين ممكن وليه الأمر بيضغط على ابنه هو لسه عنده سبع تمن سنين في كرة القدم ممكن مدرب بتلاقيه في سن ده بيزع للعب وقف على الخط بيطالبوا أن يفوز معا أن السن ده سن تعليمي سن الولد بيحب كرة القدم سن يعني زي ما قول ترفيه وكله بيكرم في الآخر في آخر المهرجان أنت عندك حق جدا أنا فكرة وانت سبقتين في الفكرة أنا كنت لسه أتكلم فيها وبربو عليك طبعا بشكرك لا هو هو إحنا الرياضة المنظمة ومنها كرة القدم طبعا أو أهم حتى يعني أو إذا ما بيقوله أنها كسير لكل شعوب الدنيا يعني كرة القدم متعة لما بعدها متعة أي أداء رياضي في أي نشاط من ضمن هذه النشاط طبعا كرة القدم بالتحديد يعني بعيدا عن إطار تعديل السلوك اللي هو التربية أصلا التربية بمفهومها العلميها تعديل السلوك الإنساني طبع كل ما يقدم للولد لو مشي في إطار بعيدا عن تعديل السلوك الإنساني سواء بقى من ناحية تعديل السلوك الحركي لأن أداء الحركة هيتطور تعديل السلوك حتى الشخصي من ناحية احترامه للمنافس من ناحية التزامه بالضوابط والقواعد المعمول بيها أثناء الوحدة التدريبية من ناحية حضوره المبكر للمران من ناحية انصرافه من الملعب من ناحية معاد نومه بالليل من ناحية انتظامه الدراسي من ناحية علاقاته بزمولاءه بتربي شخصية بالضبط بتعد الشخصية الإنسانية بشكل متكامل على فكرة مش كل من ينخرط في ممارسة كرة القدم في مراحل النشئين وصولا إلى مرحلة 16 و17 و18 سنة مش بالضرورة يكون لعيب دولي ومش بالضرورة يكون لعيب فزي أبدا بل بالعكس لأنه فيه حاجة مهمة جدا إنه لا ينطلق إلى المستوى العالي في كرة القدم وانت كنت لعب مستوى عالي طبعا لا ينطلق إلى المستوى العالي في كرة القدم من مراحل النشئين إلا إذا كان هذا الولد بيملك مقومات الصعود إلى المستوى العالي ترجمة نانسي قنقر